قيمة مغربية فرنسية تعقد في سياق عام يروم تعزيز العلاقة الثنائية المغربية الفرنسية بلاغ لرئاسة الحكومة أوضح أن أشغال الدور الثانية عشر لاجتماع المغربي الفرنسي العالي المستوى تعرف مشاركة وفد وزاري مغربي هام برئاسة رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران الاجتماع رفع المستوى تهيمن عليه ملفات عديدة تشمل مجالات السياسة والأمن ومكافحة الإرهاب بالإضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ويعقد في هذا الإطار منتدى لرجال الأعمال المغرب والفرنسيين بهدف التوقيع على شركات ثنائية في مجالات اقتصادية متعددة ويرتقب أن يبلغ عدد الاتفاقيات الموقع عليها عشرون اتفاقية ثنائية في مجالات مختلفة تهم تعزيز العلاقة الاقتصادية بين البلدين مكافحة الإرهاب والتطرف واحد من الملفات المطروحة للتباحث حيث ستكون تجربة المغربية في هذا المجال محط نقاش خاصة على مستوى تأطير شأن الدين وتكوين الأئمة الجانب الفرنسي السبق القمة المرتقبة بالتأكيد على كون عقد اللقاء يعد ترجمة للطموح المشارك من أجل مواصلة التعاون بين البلدين الدورة الثانية عشر لاجتماع المغربي الفرنسي تتوج إذن سلسلة لقاءات مغربية فرنسية أعادة الدفع للعلاقة الثنائية بعد أزمة بين البلدين أزمة سرعان منتهت بالتوقيع لاتفاقية التعاون القضائي شهر يناير المنصرم فيما يرتقب أن تعطي القمة الفرنسية المغربية دفعة قوية للعلاقة التاريخية بين البلدين